أعزائي طلبة وطالبات دبلومات المدارس السنوية الصناعية شعبة الزخرفة والديكور برحب بحضراتكم وحلقة جديدة ولقاء جديد في مادة الرسم الفني ويمكن طبعا في تخصص الزخرفة احنا اتفقنا قبل كده أن مادة الرسم الفني هي أساس الزخرفة وقلنا دايما طالب التعليم الفني شعبة الزخرفة لما بيكون مستوى قوي في الرسم ده بيريحه في بقية المواد كمان يعني هيبقى حابة بقية المواد لأنها هتبقى بتوصله للرسم بتوصله للحاجة اللي هو بيحبها مادة الرسم الفني مادة جميلة 100 درجة بيتجاب فيها درجات عالية جدا لما بيبقى الطلب متضرب كويس وبيبقى مستوى عالي يقدر يجيب 98 و99 وليه لا نجيب المية يعني المية معمولة عشان تتجاب فنشد حينة ونتضرب شوية لفضلين دولة احنا خلاص بنشطب زي ما نكون كده عملنا طرطاية وبنزوقها فالزواء ده هو اللي بيبقى البطل يعني ممكن تبقى طرطاية مش قوي بس الزواء يخلي الطرطاية شكلها حاجة جميلة فهتبقى حاجة عالية يعني فمن فضلكم نركز شوية لفضلين لأن لو ركزت هتقدر تجيب إن شاء الله ففي مادة الرسم الفني في مشاكل كتير ممكن بتواجهنا هتردل شوية معكم فيها وبعد كده هناخد حاجة كده ايه زي مراجعة في استخدام الألوان الزيتية فخلوني الأول أتكلم معكم في الألوان وهقول شوية تعليمات كده ناخد بنا منها أثناء الشغل وأثناء التعامل مع الألوان ومع الرسم عشان نرتاح عشان نقدر نوصل إن احنا نطلع الرسمة بتاعتنا أنا عايزك تكبرني إن أنا أدي لك الدرجة النهائية أو أقربك من الدرجة النهائية دي في إيدك طيب أنا بعرف أرسم بس ما بعرفش ألون بيحصل لي مشكلة كده وأنا بلون ما بعرفش أختار اللون مش فاهم يعني إيه أختار على أساس إيه ممكن أعمل الرسمة كويسة واجهة أختار خلفية تطلع مش كويسة كل دي تساؤلات بتتقل كتير طيب أنا حعللك كل ده النهاردة بس قبل ما إيه ما نفكر أنا حرسم بإيه وإيه الألوان اللي تليق على إيه تعالى نعرف الأول يعني إيه لون اللون هو عبارة عن إيه هل اللون ده مادة هل اللون ده خامة هل اللون ده شكل اللون ده ظاهرة بنسميه كده ظاهرة فيزيائية بتحدث نتيجة تساقط الضوء على الأشياء يعني إيه الجاكت اللي أنا لابسه ده لونه إيه مثلاً لونه أزرق طب أنا ممكن أغير لك لونه من غير ما أجي نحيطه ينفع ينفع إزاي؟ لو كشف إضاقته حمرة اتسلت على الجاكت حيبى لونه أزرق؟ أكيد لونه حيتغير هيبقى رايح على بنفسيجي طب أنا لو جبت الجاكت ده وجهت عليه كشف إضاقته صفرة حيبان لونه أزرق؟ أكيد برضو لونه حيتغير هيبقى رايح على أغدر طب إزاً اللون بيتغير بتغير إيه؟ الضوء يبقى إزاً هو ظاهرة فيزيائية بتحدث نتيجة سقوط الضوء على الأشياء كل لون في الطبيعة ليه 3500 درجة دايماً افتكروا الرقم ده ليه؟ عشان لما تيجي تطلع لي شوية درجات ما تبقاش بخيل وإنت بتطلعهم أنا عايزك تبقى كريم شوية دول 3500 درجة لما تطلع لي منهم شوية مش هقول لك ما تطلع لي ألف لا لما تطلع لي مثلاً خمس ست سبع عاشر درجات إبا أنت كده قطر خيرك أنا ما تجيش تقولي أنا معرفش هتطلع غير درجتين ليه؟ دول 3500 درجة بس المعلومة دقيقة آه دقيقة وأثبتها لك حالاً روح لشركة بويات قوله أنا عايز مثلاً درجة في درجة روس كده مثلاً بس أنا مش عارفة يعني ورها لي حضرتك وحقول لك دي يوريلك مثلاً يديك زي بامفلت كده في كمية كبيرة من الألوان تشوف اللون أيوة هو ده ويروح واخد رقم من على اللون شفرة كده ويروح مدخلها على الجهاز الكومبريوتر اللي عنده يطلع لك اللون اللي أنت عايزه بالكمية اللي أنت عايزه الشفرة اللي دخلها دي إيه؟ ده رقم تسلسل درجة اللون في القايمة بتاعته يعني ده رقم سبعمائة وعشين ده رقم الف تلتمائة وخمسين ده رقم الفين تلتمائة سبعة وخمسين كده ده رقم تسلسل يبقى ده دليل على إيه؟ أن اللون الواحد ليه كم درجة؟ 3500 طب جميل جدا ناستنى بقى ده 3500 ده أنا مش هسيبهم ده أنا ممكن أخد درجة من اللون أخلطها على درجة من لون تاني يطلع لك لون تالت 3500 درجة إيه ده بقى؟ ده عدد لا نهائي من الألوان ده بتتكلم فيه مليارات أكتر من مليارات كمان من الدرجات ألوان كتير جدا 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 ديها بداية بس ملهاش نهاية طب إيه بدايتها؟ بدايتها بنسميها الألوان الأساسية إيه الألوان الأساسية؟ بص كده معايا أحمر أزرق أصفر كام لون؟ أحمر أزرق أصفر دول اسمهم إيه؟ ألوان أساسية يعني إيه أساسية؟ يعني دول بداية الألوان في الطبيعة طب هل ينفع أطلع اللون الأحمر من أي حاجة تانية؟ استحال ولا الأصفر ولا الأزرق كل لون من دول هو ده بداية إنما ما فيش حاجة تطلعه إنما ممكن أخذ اللحمر أخلطه على الأزرق يطلع لي بيربل اللي هو اللي ايه؟ بنفسيجي ممكن اللحمر مع الأصفر يطلع لك أورانج اللي هو برتقاني ممكن اللحمر مع الأزرق يطلع لك الجرين اللي هو اللي ايه؟ الأقدر طلعنا ثلاثة تانيين اسمهم الألوان الثانوية يبقى فيه عندي الثلاثة الأساسيين ألوان الأساسية وفيه طلعت منهم الثلاثة اللي هم اسمهم الألوان اللي ايه؟ الثانوية يعني الألوان اللي انت بتتكلم عنها اللي ايه؟ عددها لانهائي بدايتها الثلاثة دول بس؟ أيو لأ آسف بقى طب ما فيه عندي لون أبيض فين اللي أبيض؟ أنا عايز أقول لك أن اللون اللابيت ده ده مش لون أصلا اللابيت ده احنا بنعتبره الضوء يعني هو مش لون أصلا ده لون الورقة لون الإضاءة بس أقدر أطلع لك لسود شفت لسود طلع إزاي وبرا عن إيه ميكس شار كده ما بين الأحمر والأزرق والأصفر تطلع لإيه اللون الأسود تقاطعوا الثلاث ألوان مع بعض تقاطعوا الأحمر مع الأصفر إدى أورنج اللازرق مع الأصفر إدى الأخضر الأحمر مع الأزرق إدى البنفسيجي التلاتة مع بعض إدى لك إيه أسود يبقى إزا أقدر أطلع للأسود إنما الأبيض ده مش لون أصلا ده إضاءة طيب يبقى فكرة إن أنا أمزج لونين مع بعض بيطلع لي لون سانوي وبيبقى اللون ده واخد وسط ما بين الأحمر وما بين الأصفر لو زودت نسبة الأحمر بقى البنفسيجي محمر لو زودت نسبة الأزرق بقى مزرق كذلك برضو ما بين الأورنج والإيه وفي الأغضر على حسب النسبتين بتوعك لو النسبتين متساوين بتبقى الدرجة المتساوية طيب هل ينفع أطلع ألوان سلاسية؟ إن أنا أطلع لك سلاسية وربعية يعني إيه سلاسية؟ يعني بتتكون من ثلاث ألوان ما هو الأسود ده إيه؟ ما هو سلاسي طيب إيه كمان؟ طيب هات كده الأبيض على الأسود هيطلع لك إيه؟ رمادي اخلط على الرمادي ده أزرق طيب يطلع لك لون سلاسي طيب اللون الرباعي بقى اخلط أبيض على الأسود طلع لك رماضي اخلط احمر على اصفر طلع لك اورنج اخلط الورنج مع الرماضي عاي طلع لك لون بني بقى لون ايه رباعي يبقى اذا في حاجة اسمها الوان اساسية وفيه الوان ثانوية وفيه الوان ثلاثية والوان رباعي طبعا بقى ايه زي ما تقول قول يعني مستمرين بقى وده اللي بيخلي فكرة ان الالوان بتاعتي تبقى كتير شايف تدرج على فكرة الدايرة دي ممكن تبقى ما بين الاحمر والاصفر 500 لون مش كام لون اهمت يعني لا ده ممكن اخلهم لك 500 ممكن اخلهم لك 1000 انت متخيل ليه لانهم عددهم كتير شايف كده ما بين الاحمر وما بين الازرق ما بين الازرق وما بين الاخضر يعني درجات كتير جدا ونقدر نتحكم فاذا ما احنا عايزين دي برضو فكرة المزج اصفر واحمر الده ايه اورانج احمر وازرق بنفسجي الازرق والاصفر الده اخضر برضو هنا همت نفس الكلام هنا بقى زودنا يعني مثلا احمر مع ابيض الدلك لون زي بينك كده الازرق مع الابيض الدلك لبني الاحمر الاحمر مع الاصفر ده الدلك بني بس ده مش في الالوان مش في الالوان العادية ده ده شغل الطباعة بقى الالوان الطباعية ده موضوع تاني اللي هو بيسمون مسجب الجمع والمسجب الطرح طيب انا برضو جدول هو يعني انا برضو جدول يعني انا برضو جدول لو تقدرت ايه تصوروا الجدول ده بسرعة كده بالموبايل عشان برضو ده مديلك فكرة الالوان بتطلع ازاي كل اللون انا عايزه بيجيبه ازاي تمام طيب الدرجات الدرجات بقى لللون الواحد بتطلع ازاي في حاجة عندي اسمها تنت اللون وحاجة اسمها شيد اللون يعني ايه تنت ويعني ايه شيد تنت يعني فاتح اللون شيد يعني جاي من شادو يعني ظل اللون طب تفتكر بقى ايجو ازاي يبقى التنت اللي هو اللون مخلوط عليه لون ابيض والشيد اللون مخلوط عليه لون ها اسود اكيد يعني لما اجا قولك احمر اخلط عليه ابيض هيطلع لي لون بنك ده اسمه ايه تنت ريد تنت طب لو خلطت عليه اسود بقى ريد شيد او شيد ريد ريد طب ده ايه غامق وفاتح اغمق درجة وافتح درجة المسافة ما بينهم 3500 درجة يعني لو عندي درجة ازرق خلطت عليها ابيض بقى لبني خلطت عليها اسود بقى اللي هو بنسميه بلو بلاك اللي هو اسود الغامق الكحل الكحلي الغامق المسافة ما بين افتح درجة في اللبني واغمق درجة من الكحلي 3500 درجة شفتوا الدنيا بتيجي ازاي يبقى اذا الموضوع سهل بس هي الفكرة كلها بس ان انا بخلط قد ايه انا عايز نقلة قد ايه هي دي اللي بتبقى اللي بتطلع لك الشكل حلو او مش حلو يعني اما تيجي تعمل مثلا تدرجات من نونة بنفسيجي عايز اخلي الدرجة دي جنب دي جنب دي جنب دي جنب دي ببتسلسل كاد لو انا وسعت المسافة يعني خليت الدرجة غامقة بعدها درجة فتحة بازت الدنيا فدايما نخلي فيها عملية حسابية وانت بت ايه بتحط اللون يبقى فيه معيار هحط سنة احمر هحط سنة ابيض قد ايه وقلب لا محتاج ابيض تاني ازود سنة كمان مش مش بالبرك فيه ناس بحيس بحيس ان هما بتكوب على بعضه وفي النهاية اللي يطلع بقى مفيش مشكلة طيب بص كده برضو للشكل ده فكرة تدرج اللون الواحد بالابيض يعني عندي مثلا درجة زي الاحمر درجة زي الاحمر درجة زي الاصفر درجة زي الورانج لما اخلط عليها ابيض تعمل ايه تفتح مو ده بقى التنت اللي احنا بنتكلم عنه بص كده معي احمر اورانج 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 بس بيفتح داخل على جوه لحد ما وصل للابيض هنا برضو اللي ازرق افتح الحد ما وصل للابيض ده اللي اسمه التنت ممكن ده يبقى ايه يبقى الشيدي يعني ممكن يبقى الغامق بتاعه تمام هل كل الالوان ممكن اغمقها باللون الاسود لا مش كل الالوان برضو عشان نبقى ايه فاهمين كويس الاصفر لو غمقته بالاسود حايدين اصفر استحال الاورانج لو غمقته باصفر حايديني اورانج لا اللي اخدر الفاتح حايديني لا طب اعمل ايه الاصفر غمقه الاول ببني الاورانج غمقه ببني اللي اخدر الفاتح غمقه الاول باخدر غامق بعد كده استخدم الاسود مفيش مشكلة يعني خلي فيه نقلة ما بين اللون والاسود مدخلش الاسود على طول انما الاسود يدخل على الاحمر مفيش مشكلة على الاخدر مفيش مشكلة على الازرق مفيش مشكلة على البني مفيش مشكلة انما على التلت درجات اللي انا قلتهم اللي هما ايه تاني اورانج والاصفر والاخضر الفاتح دول ما ينفعش اغماءهم مباشرة بالايه بالاسود طيب الفكرة بقى من كل الكلام ده ان انا ازاي اعمل لونين متوافقين مع بعض وازاي اعمل لونين متنقدين مع بعض اللون متوافق مع بعضه يعني كل لون ودرجاته احمر بدرجاته متوافق اخضر بدرجاته متوافق ما فيش مشكلة طب فيه طريقة تانية اه فيه اللي ايه قالك لو كل لون سانوي ما كل لون سانوي ده اللي هو تكون من ايه مثلا بص كده معايا اللون السانوي اللي هو مثلا زي الورنج ده اتكون من ايه احمر واصفر مش كده يبقى يتوافق معا الاحمر ويتوافق معا الاصفر من نفس العيلة يعني ده داخل فيه احمر يبقى يتوافق معا داخل فيه اصفر يبقى يتوافق معا اللي اخضر ها هيتوافق معا ايه اصفر وازرق يبقى نفسجي احمر وازرق شفت اللعبة الحلوة دي يبقى ايه يبه التوافق اللوني انا ممكن اجيبه عن طريق ايه ان كل لون سانوي سانوي يعني ايه يعني اتكون من لونين اساسيين يتوافق معه مكوناته علته طيب اما للتناقض يجي ازاي شايف الورنج ده مثلا ده تكون من ايه احمر واصفر فاضل ايه اللي ما خدتوش اللي ازرق يبه هو دل يتناقض معه يبه البنفسجه هتناقض مع ايه اللي اصاده اللي اصفر يبه اللي احمر هتناقض مع ايه مع اللي اخدر شفت بقى الدنيا بتيجي ازاي يبه فكرة التوافق والتناقض ممكن تيجي عن طريق اللون بمكوناته سواء ان كان لون سانوي او لون اساسي واللون ودرجاته يعني الورنج مكوناته احمر واصف يبه توافق معه طب اللون ودرجاته يعني احمر غامق احمر فاتح يتوافقه مع بعض كويس طيب نرجع بقى ونقول ان فيه توافق وفيه تناقض طيب انا هستفيد ايه بالتوافق وايه بالتناقض انا عايز اقولك ان انا فيه شكل ممكن احتاج فيه توافق وتناقض في نفس الوقت يعني برسم مثلا طائر ودائما احنا بيجينا في الامتحان كده الطائر ده الطيور دائما بديبه فيها الوانات تحس سبحان الله متناقضة بس جميلة يعني مثلا فيه قاعدة تقولك ان بنفسي جي بيتناقض مع الاصفر طب هات طائر كده وفيه بنفسي جي مع اصفر تحس ان سبحان الخالق حاجة جميلة فاحنا برضو هنستفيد من ده ان انا ممكن بعمل شكل معين عايز اختار مجموعة معينة وادخل معها لون يكون لون كومبليمو معها يعني لون متناقض معها فمسلا ممكن اعمل مجموعة اورنج ادخل معها لون ازرق مجموعة اسفرات ادخل معها لون بنفسيجي او مجموعة بنفسيج ادخل معها لون اصفر يبقى فيه جو من التنوع بيبدي شكل افضل واجمل يعني يبقى اذا فكرة التوافق والتناقض مطلوبين عملت الشكل بتاعه عايز اختار خلفية ما بعرفش اختار خلفية بتبعوك الدنيا في الخلفية سهلة يا عام بسيطة جدا دايما اختار واحدة من 3 واحدة من 3 يا خلفية فتحة يعني ايه خلفية فتحة يعني ممكن ايه لون بس يبقى فتح خالص يا اما خلفية محايدة يعني ايه محايدة يعني انا رايحة في سكة الرماضيات يا اما خلفية بردة يعني سكة اللبنيات طب ايوهما افضل انا شخصيا بفضل دايما درجات البش في الخلفيات ودرجات اللبنيات على حسب الشكل اللي جاي لك يعني الشكل يتحمل ان يبقى بيجاد او الشكل يتحمل ان يبقى لبنيات اختار بقى اللي اجابك منه وسبتها قعدة بس بقى دايما نعمل لتدرجات بقى السامل الخلفية كده ودخل فيها الفتح والغامق والاغمق والافتح هتبصت لاقي في النهاية الخلفية الوحدة عاملة موضوع وفي الحالة دي ده بيزود رصيدك طبعا بيزود درجات بتاعتك طيب يبقى فكرة ازاي بخلط اللون او ازاي بختار اللون دي موضوع منتهي طيب انت قلتلي ان في حاجة اسمها الوان اساسية والوان سانوية في حاجة كمان اسمها الوان سخنة والوان برد برضو هقول لنا تنبيه مهمة جدا وكرسة كتير من الطلبة بيقع فيها ان ممكن مسألة هي روح عاملة خلفية لون مسلا سخن اصفر لون محمر طب استنى بس يا حاج استنى الموضوع منفعش كده احنا عايزين اللون بتاع الخلفية يظهر الشكل مش عايز اللون بتاع الخلفية واللي يسحب الانتباه هو انا انا معاليش لما بروح اتصور المصور بيحطيلي خلفية عشان الخلفية هي اللي تجذب الانتباه ولا تبينني عشان تبينني انا فانت دايما بتلعب على حتة ان من فضلك خلي الخلفية تبه هادية حاجة بسيطة الوانات بسيطة ما تجذبش الانتباه لا هي دورها انها تعمل ايه تبينني الشكل بتاعي يعني دايما بنقول مكونات الصورة مقدمة وخلفية وممكن يكون فيه ارضية اي صورة في الدنيا بتتكون من اتنين او تلاتة طيب يبقى احنا عرفنا التوافق وبرضو اننا نعرف التناقض الابيض مع الاسود ده تناقض اقدر مع احمد ده تناقض ازرع مع برطوالي ده تناقض اصفر مع بنابسيجي ده ايه تناقض بنسميها مجموعة المكملات الكمبليمنت او الكمبليمو ديت الايه ده مع ده ابيض واسود تب اقول لا ابيض واسود متناقضين اه متناقضين بس ممكن في اللبس ما بيبوش متناقضين كذلك برضو الاصفر بنابسيجي متناقضين بس عصفورة كناريا جميلة ممكن ما بيباش متناقض يبقى فكرة التناقض مش في حد ذاتها معناها انها حاجة وحشة لا ده ممكن تبقى قيمة جمالية بتضاف للايه للعمل الفني انا حطت لك الالوان هنا برضو الاحمر الاخدر ده مكاملات اصفر بنفسيجي الازرع مع الورنج بص برضو الدايرة دي ده الاصفر يتناقض مع البنفسيجي الاخدر يتناقض مع اللحم الورنج يتناقض مع الازرع طبعا التأثيرات اللونية برضو عشان تبقى فاهم ان كل لون بيبقى له تأثير لوني يعني ايه تأثير لوني يعني مثلا خد المفاجأة هل تتخيل ان ممكن لون يعني يحرك فيك حاجة يعني ممكن يحرك فيك مثلا انك تجوع او انك تخاف او انك تحزن او كده طبعا ما انت في عندك حاجة اسمتها اسير فيسيولوجي وده حاجة خاصة بعلم ووظائف الاعضاء يعني ايه يعني انا ممكن اشوف لون يفتح نفسي للأكل زي لون الورنج مثلا حط نفسك في مكان مدهوم بلون اورنج هتلاقي نفسك اتفتحت للأكل فيه لون ممكن يدي احساس بالحزن زي لون الموف مسرد لو قعدت في مكان مدهوم بلون الموف هتحس ان انت بقيت كئيب كده وبقيت حزين فيه لون يرفع ضغط الدم فيه لون يدي لون لغدر عشان كده بنستخدمه في العيادات او في غرف العمليات فيه لون يدي احساس بالاتساع زي الرمادي يبايزا كل لون بيبقى له تأثير فيسيولوجي حاجة لها علاقة بعلم ووظائف الاعضاء عند كل البشر فيه كمان حاجة اسمها تأثير سيكولوجي اللي هو خاص بالخبرات الزاتية يعني انا مسلا ممكن لون يفكرني بحادسة لون يفكرني بعربية يفكرني بجاكت يفكرني بواحد صاحبي هل هيفكرك ويفكرني لا هيفكرك انت او هيفكرني انا لان دي حاجة خاصة بالخبرة الزاتية بتاعتي موقف انا اللي كنت فيه يعني انت ما كنتش معايا فيه هلاص ده اسمه تأثير سيكولوجي طيب فيه كمان حاجة اسمها تأثير تشكيلي اللي هو ازاي استخدم امكانية اللون فيسيولوجيا وسيكولوجيا في العمل اللي انا بعمله لسه قيللك ايه ان فيه الوان سخنة وفيه الوان برد عندي جزئية عايزها تجذب الانتباه سخنة بدون نقاش طب عايز جزئية تبقى هادية يبقى الوان ايه برد عشان كده بقى قلتلك نعمل الخلفية ايه لبنيات او الوان فتحة او الوان محايدة عشان ما تجذبش الانتباه وتبى حاجة هادية يعني طيب يبقى التأثير التشكيلي ان انا استخدم امكانية اللون فيسيولوجيا وسيكولوجيا في العمل الفن اللي انا بعمله سواء ده رسمة او سواء ده مثلا ديكور لمكان او ايا كان اعلان عن مكان دايما بنختار الوان بعلم يعني ابقى فاهم يعني ليه المطاعم دايما المطاعم الاوروبية بالذات والاجنبية تلقيهم دايما مدخلين اللون الاحمر الفيرماليون او اللون الاورنج لان الالوان دي اتراكتف بالنسبة للعين ده رقم واحد رقم اثنين فاتحة للشاهية ما هم مش حطينا كده بالصدفة ده هما ناس فهمة وعارفين هما بيعملوا ايه يبقى اذا في حاجة اسمها تأثيرات لونية تأثير فيسيولوجي تأثير سايكولوجي وتأثير تشكيلي ده اللي انت بتقدر من خلاله تنفذ ايه اي عمل فني انت بتعمله وتعمله على أصص وقواعد فنية تكون جيد هنحاول النهاردة ان احنا نعمل تدريب كده سريع بيعتمد على فكرة ان انا ارسم منظر طبيعي مثلا باستخدام الالوان الزيتية طبعا زي ما انت شايف قدامي لوحة مبرسمش بقى بقلم رصاص ولا بأي حاجة انا مسك الفرشة على طول وببتدي اعمل ايه دايما لما بنرسم اي منظر طبيعي او اي شكل وبنرسم بالوان زيتية باستخدم الاول لون بني خفيف ودرجة بالتحديد اسمها بني فان دايك على فكرة فان دايك ده كان فنان اسمه فان روزلد فان دايك هو اللي ابتكر الاسلوب ده باشتغل باللون البني انا ممكن ارسم والون كمان باللون البني كتحضير لللوح طبعا ايه ارسم او طلاينك باللون البني خفيف كده بحيس انك لو غلط تقدر تعيد عليه تاني ما يباش فيه اي مشكلة انا زي ما انت شايف انا مسك الايه الفرشة انا كني مسك الا مرصاص طبعا المنظر اللي برسمه ده ده منظر من فيديو يعني مش لوحة برسمها لا ده فيديو انا شفته فروحت موقف الايه الفيديو وبرسم المشهد نفسه هو كان عبارة عن مجموعة سخور وامواد بتغبط في الصخور فدي طبعا البدايات بتاعة الايه الرسمة بترسم الاول اوتلاين وبعد كده بتبتدي عملية الايه التلوين طب واللون البني ده ما يزهقنيش في التلوين ابدا ده اللون ده بالذات يعني يصلح ان انا لون فوق منه مفيش مشكلة يعني بنعتبره كده زي ابطانة للرسم يعني معظم الفنانين زمان كان لما يجي يرسم اي حاجة حتى لو برترير يرسموا الاول باللون البني وبعد كده يشتغل فوق منه منظر طبيعي يرسموا الاول باللون البني وبعد كده يلون فوق منه وبعد ما ينشف فبالتالي تلاقي لوحد بتعيش مدة طويلة طبعا انا بيشتغل بفرشة مش تخينة اوي مش رفيعة اوي لمجرد بس ان انا بحدد بيها اللي ايه الشكل بتاعي الجرقة حلوة جدا طبعا في فكرة الرسم يعني دايما انا بحاول ان انا وجه الطلبة انك ما تخافش ارسم واغلط ايه المشكلة وانت لو حطت في زهنك انك ما تغلطش مش هتغلط هتلاقي ايدك بتزبط غزبا عنك انما المشكلة ان احنا بنبقى بنشتغل واحنا خايفين طبعا الخوف ده الواحده كارسة زي ما انت شايف ههوات بابتدي اشتغل في الخلفية كبرت بقى الفرشة شوية طبعا على حسب المساحة بتاعتك بتستخدم اللي ايه الفرشة المنازمة فرش الالوان الزيتية غير فرش الالوان المية الالوان المية بنسميها ريشة اللي بتبقى مدورها وبيبقى الشعر بتاعها مسحوب فرش الالوان الزيتية بتبقى مبططها وبتبقى اليد بتاعتها طويلة كده طبعا زي ما انت شايف باشتغل ومش في دماغي خالص ان انا هرسم ايه ولا هطلع ايه ولا هتطلع حلوة ولا وحشة ولا ايه لا اشتغل عادي جدا وحاول بس تب انت يعني مقتنع باللي انت بتعمله وتبقى مركز فيه هتلاقي الرسمة بتاعتك طلعت زي الفل وتبقى حاجة جميلة جدا وبعدين الرسمة المنازر الطبيعية بقت موضة جامدة جدا اليومين دول يعني هتلاقي معظم الناس بتحبب عندها لوحات مناظر طبيعية وكده فيعني فرصتك بقى طبعا فيه سحاب داخل فيه الوانات مختلفة فيه فتح وفيه غامق فبحاول ان انا احط الالوان الفتحة وبعدين احط الالوان الغامق والالوان الزيتية عادي جدا لو حطت الغامق الاول وبعدين احطت الفتح مفيش مشكلة زي ما انت شايفين كده ممكن اوي اشتغل بفرشة الوان فرشة دهنات انا دايما في اللوحات بتاعتي تليدي انا بستخدم فرش دهنات عادي جدا شوف انا ماسك الفرشة ازاي بالعرض ايه المشكلة الفرشة تستخدمها بالطول بالبوز بالعرض نوع في استخدمك الفرشة استغل امكانية الفرشة زي ما انت عايز طبعا ما تقدر تدخل بعد كده الالوان في بعضها بكل سهولة يعني لو فرشة ناشفة تقدر تدخل الالوان في بعضها بكل اريحية شوفي بنا بسحب اللون ازاي هتقولي طبعا الايه الالوان مش دخل في بعضها طولت زي عن نفسك شوفي بقى بعمل ايه الفرشة العريضة ايه فرشة بتاعة الدهنات عادية جدا بصي بزود هنا لون عشان اعرف ادخل الليه الالوان في بعضها ايه دي الفرشة العريضة فرشة عادية جدا انا اه شوفي مسكها ازاي شوفي بتوه اللون في بعضه ازاي الالوان ده ما جيت بكل سهولة الشطارة انك انت مفيش حاجة توقفك وتحاول تخلق لنفسك المناخ المناسب ان انت تعمل اللي انت عايزه عايز ارسم اخلق لنفس الجو اللي انا ارسم فيه واطلع فيه حاجة كويسة الوان الزيتان من ضمن خواصها انها تقبل طبقات فوق بعضها ومش بس كده ده فيها حاجة اسمها حسفة واضافة يعني لو افتدنا ان انا حطيت لون ممكن بسكينة البلتة اشيل اللون ده تاني اكحاته كده بالسكينة اطلعه بس سكينة البلتة فيه ناس بتبقى متخيلة ان الوان الزيت صعبة لا اسهل من الوان الماي هي بس بتحتاج تدريب لو اتدربت كويس هتلاقيها الوان جميلة وممتعة في شغلها هنا بعمل يعني زي سحاب كده بقى اللي هو بيبقى معتم شوية يبقى عمل زي الدخان كده بعد فرشة العريضة دي ادي معك شغل احسن من الفرشة الروفاية هي دايما الفرشة العريضة بتبقى في شغل السحاب افضل وشوف بحرك ايدي ازاي على مهلك كده هربص لها الدنيا واحدة واحدة بتطلع دايما احنا بنختار الحاجات اللي طبعا اللوحة دي على كانفاس او اللي هو الطوال اللي هو بيبقى وماش متحضر طبعا بتختار درجة البني المناسبة يعني دايما بتبقى علبة الالوان بيبقى اكتر من درجة بني فانت بتختار الدرجة المناسبة للون الصخرة اللي انت حتعمله زي ما انت شايف ممكن طبعا بعد ما اخلص بالفرشة دي ممكن استخدم الفرشة العريضة برضو ان انا توه الصخور في بعضها الغامق في الفاتح زي ما انت شايف هوت طبعا بما ان كمان انت عندك اكتر من صخرة فان عايزك تنوعلي في الدرجات يعني غامق وفاتح وافتح محمر ولون مغدر كده لان الصخور اللي بطبعاتها لما تيجي تشوفها بتحس ان هي مجموعة الوان في بعضها مش لون واحد بتدي الاول مساحات وبعد كده اشتغل عليها بعد ما اديت المساحة بتاعتي بابتدي بعد كده اشتغل تفاصيل بتاعة الصخور بتاعتي ما الصخور دي بتبقى فيها شغلة جميل جدا وانا بعشق استرسم الصخور اصل يعني تلاقي الصخرة نفسها فيها موضوع ممكن تبقى هتة صخرة مش كله ياخد باله منها انما تحس ان هتة الصخرة عايزة تقول حاجة دايما لما تيجي تستخدم اللون لسود ما تستخدموش مباشرة من الانبوبة على اللوح بمعنى ان خلطوا على حاجة يعني لا يستحب الرسمة بالاسود مباشر ولا بالابيض مباشر ليه؟ لان انا قلت ان لا الابيض ولا الاسود الوان ده الضق والضل طبعا حتة غمقة وفي حتة فتحة كمان تنضاف يعني دايما لو انت بترسم حاجة فقط تفاصيل تبحطت في ذهنك ان انت تدي الدرجة بعد كده بتحط حتة غمقة بعد كده بتحط حتة فتحة اخر حاجة بتفضل عندك يعني اخر حاجة بتتحط في اللوحة الفواتح يعني لساعات الاضاءة والكلامنا دي اخر حاجة بتتحط في اللوحة واحدة قد هتحس ان اللوحة بتاعتك بتظهر سنة في سنة هتلاقي بدأت تظهر معك يعني بدأت بدأت تبان شوية غامق كمان في البنيات بدي نتيجة رائعة يعني لما بتحط غامق وفاتح بتحس ان اللون بيبتدي ينطق حس ان اللوحة بتتكلم زي ما انت شايف كده كل ما بزود غامق كل ما حتطلعلي نتيجة جيدة وتحس ان بدأت تقرب قوي من شكل الصخرة في صخور بتبقى رايحة على رماضيات في صخور رايحة على بنيات محمر بنيات مزرق في رايحة على حاجات مخدرة فطبعا ده تنوع بقى على حسب الصخرة اللي انت بترسمها ايه شكلها ايه لونها ايه المية عاملة فيها ايه ساعة تحس ان الصخرة دي عمزة ما تكون كتلة معدن ومصدية وساعة تحس انها كتلة معدن مأكسدة مخدرة وكده كل ده وارد جدا الوان الزيت بيبقى البلدتة بتاعتك البلدتة اللي هي المسطحة الخشب شوف بقى لما بنحط الفاتح بيعمل ايه بينور معاك بقى في الايه في اللوح يعني الموضوع بيتعمل قدامك بسهول وانت تقدر تتعمله برضو شوف مسكة الفرشة ازاي ما تخافش ابدا من مسكة الفرشة اللي انا مسكها دي اسمها سكينة البلدتة لما بعوز بقى ده خلون يعني بقوام تقيل مش هينفع بالفرشة وعايز تدي تأثير معين بستخدم القلة اللي انت شايفها دي اللي اسمها سكينة البلدتة بص بقى بص اللون لما بيدخل بسكينة البلدتة بيعمل ازاي شايف لون صريحة هو بيديك لسعة اضاءة محترمة تحس فعلا بقى بيديك احساس السخور بجد السكينة دي بيها استخدامات كتير برسم بيها بقى تأثيرات ممكن اشيل بيها الوان وممكن استخدم كمان في تنظيف البلدتة زي ما انت شايف الافكت اللي بتعمله السكينة يصعب ان الفرشة تعمله خلي بالك انت استخدم دايما وانت بتشتغل سكينة بستخدم فرشة صوابع ايدك ممكن حتة قماشة يعني دايما استغل كل الامكانيات المتاحة شايف السكينة دي بيها في منها مأسات واشكال زي ما انت شايف كده الصخرة بدأت تظهر اكتر شايف بقى اللون اللي اقدر ده يعني ادلك احساس كمان ان تلاقيه الصخرة متأكسدة برضو ممكن ادخل بعض درجات بيج زي ما انت شايف كده بعد كده بقى ممكن اكمل بقى رسم البحر بدي لون مش ازرق ومش رمادي لا يعني بعمل ايه زي ما انت شايف مزيج كده ما بين اللون وبعد كده بالفرشة العريضة لول طبعا ما بسيبش حاجة بيضة خالص وبعد كده ممكن بالفرشة العريضة اقدر اعمل الموجة بتاعتي باستخدام تطشات كده زي ما انت شايف ممكن بقى ده يزيد ابيض هنا كمان هتبوس لها اللوحة بتاعتك بقت رايحة في حتة تانية طبعا اي افكتات في المية انعكسات تقدر تعملها هتبوس لها في النهاية بقت لوحة محترمة ومنظر طبيعي يعني يستحق ان يتحط في البيت عندك او ممكن تعمله برواز وتبيعه يعني ده ببقى ممكن يكون فتحة خير عليك يعني زي ما بنقول يبقى ازا شفتوا التعليم الفني جميل ازاي وشفتوا تخصص الزخرفة ممتع وشيق وجميل ازاي بتمنى انكم بعد ما تخلصوا السنة دي يبقى كل واحد بشوق طريقه في التخصص بتاعه في شغله يعني حنبقى سعداء جدا لما نلاقي ولادنا وبناتنا بيشتغلوا في مجالات لها علاقة بالزخرفة لها علاقة بالرسم ده حيبقى فعلا يعني افضل حاجة انت ممكن تشتغل فيه ومجالات كتير هنفكر وحن نقعد كده ونشوف ايه اللي احنا نقدر نعمله هتلاقي نفسك مجالات وابواب كتير بتتفتحلك طبعا هو وقت الحلقة خلص وانا يعني عندي كتير لسه حقوله ان شاء الله على وعد باللقاء طبعا قادم بشكركم طبعا على متابعتكم وبشكر الناس اللي بتتواصل معايا واللي دايما بتطلب مني ان انا اشرح حاجات او كان ببقى سعيد جدا واحنا كلنا مجندين الوزارة كلها مجندة ليكم وعايزينكم تبقوا احسن ناس في الدنيا ان شاء الله في نهاية حلقتنا بشكركم على متابعتكم وبتمنى لكم يا رب كل التوفيق على وعد باللقاء قادم ان شاء الله شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة